الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد حقيقة تم الاجتماع اليوم في مكتبي كان الاجتماع يضم 12 نائب بالإضافة إلى اللجنة المتضامنة مع محكومي قضية دخول المجلس تم التباحث في هذا الاجتماع حول التطورات على هذه القضية تم التفاهم أيضا بأننا سنكون في حالة تنسيق دائم مع الأخوان في لجنة محكومي قضية دخول المجلس استعرض مجموعة من الأخوان حقيقة عديد من الآراء خرج هذا الاجتماع بأمر واضح تداول الأخوان بعض الرسائل التي أتت في الاجتماع الذي حصل مع بعض أعضاء مجلس الأمة والذي جمعهم مع صاحب السمو أمير البلاد الحقيقة تفهموا هؤلاء الأخوان المجتمعين اليوم للرسائل الإيجابية التي أتت في هذا الاجتماع فيما يتعلق بقضية دخول المجلس وأيضا استشعر الأخوان حرص صاحب السمو على وحدة الصف وتكاتف الجهود في المرحلة القادمة ونحن إذ نبادل سموه الحرص الكامل على مصلحة البلد في المرحلة القادمة وتحديدا الأمور التي نراها ونسمع بها فيما يتعلق في الأوضاع الإقليمية وما يصاحبها من أحداث مختلفة مما يشعرنا حقيقة بالقلق وضرورة توحيد الصف الداخلي ومواجهة أي أخطار أو أي سياسات من شأنها الأضرار في المصلحة العامة ولذلك قد اتفق الأخوان المجتمعين على ضرورة التعاون في المرحلة القادمة لحل حلة القضايا المختلفة وعلى رأسها قضية الأخوة الزملاء النواب وموضوع التصويت على عضوياتهم في بداية دور الانعقاد وأيضا الموضوع الآخر المتعلق في قضية دخول المجلس بشكل عام نشعر حقيقة بعد هذا الاجتماع بنوع من التفاؤل بحل حلة هذه القضايا للفترة القادمة نشكر جميع الأخوان الذين تواجدوا في اجتماع اليوم وأيضا الأخوان الذين اعتذروا عن التواجد في اجتماع اليوم نشكر أيضا اللجنة المتضامنة مع محكومي قضية دخول المجلس على تعاونهم معنا في الفترة القادمة بما يتعلق بهذه القضية وما تحتويه من أبعاد وكيف ممكن احتواء هذه القضية وحلها في أسرع وقت ممكن ونعلن نحن المجتمعون وأيضا الأخوة النواب المتضامنون مع هذا الاجتماع والذين لم يتمكنوا من الحضور بأننا نستشعر المسؤولية للتعامل مع الوضع العام بشكل عام وإذ نبادل سمو الأمير الحرص على المصلحة العامة وأيضا قلقه على الوضع الأقليمي وكيفية وضع الحلول المناسبة لمواجهة الوضع الأقليمي بشكل عام من خلال توحيد الصف الداخلي وتوحيد الجبهة الداخلية فتلك المسؤولية التي ننشدها وأعتقد الأخوة النواب بأنهم أهلا لهذه المسؤولية وبالتالي سيكون الطريق بإذن الله مفروشا بالتفاؤل ممهدا بالإيجابية ونأمل بحقيقة الأمر بأن يتم تجاوز كل العقبات بتوحيد الصف الداخلي والحرص على الجبهة الداخلية لمواجهة الأحداث الأقليمية تلك الرسالة هي رسالة الأخوة النواب المجتمعين اليوم الاثنعش بالإضافة إلى الأخوة النواب المعتذرين عن الاجتماع والمتضامنين مع ما جاء فيه وأيضا هي الرسالة ذاتها تطلقها لجنة محكومي قضية دخول المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا لما فيه الخير والصالح للبلاد والعباد شكرا جزيلا